أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين خليني أرحب بضوفي في هذه الفقرة محمد جمال إزاكى محمد إزاكى محمد إزاكى من الإسلام كله زي الفل الحمد لله أحمد مجد إزاكى بحمد إزاكى كابتن أخبرك كله قويس كل سلام طيبين ونطبق رسالة ورسالة 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 رمضان كريم عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية بإذن الله وكل أم برضو كل سنة وهي طيبة ودايماً بخير محمد خليني أبدأ معاك الأول ب أبدأ معاك برد رابطة الأندية هل في رد حتى الآن لا يوجد معرفش ما فيش حاجة رسمي حتى الآن ظهرت في الإعلام بس يا كابتن أنا توصلت أكيد فيما يخص موضوع الأهلي أكيد طبعاً تأجيل مبارات المصر في كسر رابطة أنا تواصلت وتأكدت طبعاً أن ما فيش تأجيل تأكدت طبعاً من المسؤولين في رابطة الأندية لا هذا الأقرب ولكن رسمياً هم اتقلنا يعني أنه ابعت خطاب للناد الأهلي ولكن لحد دلوقتي أنا ما شفتش خطاب ولكن أنا تأكدت من المسؤولين ما فيش تأجيل من مبارات الناد الأهلي والمصري في كسر رابطة ويمكن برضو أنا عايز أقول حاجة في النقطة دي قبل ما أقول رأيي فيها أن اللايحة كسر رابطة ما فيهاش عقوبات كبيرة أو فيها عقوبات تخص أي فريق مش حابب أنه يشارك فيه بالضبط ما فيهاش عقوبات في الناس بتتكلم أنه فيها عقوبات وفيها حاجات لا ما فيهاش عقوبات خالص وهي اللايحة جوه ليحة رابطة الأندية للموسيق ككل يعني ما فيش لايحة برضو منفصلة ليه بطولة كسر رابطة بص يا كابتن أنا بشوف دايماً أن أي بطولة لابد أن يكون لها لايحة خاصة ما يبقاش لها بنود جوه اللايحة ككل بشوف أن من أسهل حاجات أن أنت تعمل ليحة عامة ليها ولايحة خاصة ليها بتاعتها فيها مكافأتها فيها شغلها فيها كل حاجة وتكون منفصلة تماماً عن لايحة رابطة الأندية ولكن فيما يخص بقى رأيينا أنا بشوف النادل آله عنده مبروة مهمة جداً يوم 31 ما يارس في الضابة ليلال السوداني النادل آله بيحاول وبنحاول نحن نخلي مبروة مواحد لأنه طبعاً فيه عندنا لعيبة موجودة في المتخب الأول وعيبة في المتخب الأول وعيبة في المتخب الأولمبي أكرر بيحاول المأكف فأنا أتمنى بصراحة أن الموضوع يكون فيه تتصيل أكثر من كده خاصة نادل آله هو المنافس دلوقتي هو في بطولة أفريقيا اللي هو المباشر في دورة أبطال إفريقيا هو اللي مكمل وعنده فرصة كبيرة جدا النوعية أهل فأنا كنت بشوف أنه لابد أن يكون فيه يعني تنسيق بشكل أكبر ويكون فيه رأيه بشكل أكبر ممكن كانت المبارد تأجل أنا بشوفك أنت هيباشيق طبيعي جدا مجدي أسمع رأيك برضو في هذا الإطار يعني أنا ردي أنه تمام أحيانا بتبقى الأندية يعني ظروفها مش زي بعضها الأهلي بيكمل في مشوار يعني بيكمل في مشوار أفريقيا واللي المفروض أن الجدولة دي واضحة لكل المؤسسات المشرفة على الرياضة في مصر من البداية عارفيني أن فيه ماتش في الجولة السادسة هيكون حاسم أو مش هيكون حاسم مش دي القصة أنت بتفترض دايما كمنظم أسوأ الفروض أن الماتش ده هيكون مصيري بالنسبة للأهلي في الجولة السادسة وأنه مش هيحسم تأهوله من الخمسة أو من الرابع المفروض تفترض ده علشان لما تجي تجدول وتحط ماتش يوم 27 تبقى عارف ومتأكد أن فيه معسكر دولي أولا في الموقف ده وأنه فيه ماتش مهم جدا للأهلي في الجولة السادسة في دورة أبطال أفريقيا هيكون في الوقت ده أنت لما تجي تجدول افترض المشكلة أنت لازم تفترض المشكلة بما أنك المنظم أنت ما تسبش الأمدية التي يتم تنظيمها داخل البطولة يعني تفترض لك المشكلة وتحل لك المشكلة مش دي وظيفتي أنا كنادي مشارك في البطولة مش وظيفتي خالص أنا المفروض أنت تراعي من عندي 7-8 لعيبة دوليين من 14-15 لعيب دولي منهم 7-8 صف أول في منتخباتهم هيسافروا في بلدان مختلفة النقطة اللي بيتكلم فيها جي من نقطة الدعم للهلال اللي بتم في سودان ده بيتم من شهر عشرة بيتم من شهر اكتوبر الهلال ما خدش مباراة محلية ما خدش مباراة محلية خد بطولة البطولة العربية بقردته الكاملة علشان كان ليه غرض من المشاركة في البطولة ولكن الدعم ده أنا مش طالب أنه يبقى على نفس الطريقة جدولنا غير جدولهم الجدول مش ممتاز بس على الأقل ما تخلق ليش أفخاخ في الوقت ده ما تحط ليش فخ يبوز الدنيا يعني الماتش 27 يعني أنت حاطت لي فخ تمام أنا من حقي أعترض على الجدولة أنا من حقي أقولك أنه ده مش مناسب لي أنا من حقي أطلب الدعم أكتر من كده حاجة أقولك أم ناس لللاحة مفهاش المهم الأهم من شيء أن التنسيق ما يجيش مني التنسيق في البداية خالص فأنا كده كده وقت معاك أنا اللي منصق أنا يعني الطرفين دول مش متساويين في واحد بينظم وفي واحد بينظم اللي بينظم هو اللي المفروض ينظم لمن ينظم بس سيدي يعني كل واحد يبقى في الدور بتاعه لأن التنسيق البطولة مهمة الرابطة أنا بشوف أنه الأهلي حقه تماما يعني يشارك أو لا يشارك في البطولة أنا ده وجهة نظري حتى الآن خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال هذه الفترة لأنه هو نادي الآلي طلب التأجيل لكن حتى الآن يعني ما هو تقال لأ فالمطلوب عادي جدا أنا أقول أنا مش هشارك المشكلة ما أنا أشكره كنت بسأل هل في حاجة رسمي وصلت النادي أنا معرفة أنا مسألتش لا بس الردود اللي جاية كلها من الرابطة النهاردة فرم خالص أنه لأ ما فيش تأجيل يعني مش لأه الناقش لأ ما فيش تأجيل فتمام أنت كده مصمم على جدولة المتش في اليوم ده فأنت رد الفعل التاني ما أني ما فيش لوائح منظمة للبطولة بشكل فردي بشكل واضح لبطولة الرابطة ما تحطها ليش يعني ضمن لايحة الدوري وتقول لي ده البطولة واحدة هي بتتنظم مع الدوري؟ هي بتنظم بالفرق الدوري؟ لا بتتنظم بالفرق تاني يعني يا أفرق الدوري بس بطريقة تانية في جدولة تانية في وقت توقف دولي درجة تانية أو تالتة بلعب وفي توقف دولي في توقف دولي أساسا الدوريات وقفة في العالم كل فأنت ما تحكمنيش بلايحة بطولة مش نظامية في الوقت ده بس حطي لها لايحة من البداية نقر عليها وقول لي أنك هتجدولي في وقت التوقف الدولي وساعة توافق أوافق أو لا أوافق وتقول لي أن ماتش الأخير لك في دوري أبطال أفريقيا هتلعب قبلها باربع ايام وقول لي كل ده وتمام لو وفقت ساعتها لو كل الفرق وفقت ساعتها تمام احنا ملتزمين بقى بالكلام ده ولكن أنه ماتش يعني أنا بسمي ماتش شطاني كده يتخلق علشان بس يعني أنا بقول لي يعني بنفترض حسن النية إنه كان عدم تنسيق إن ده كان عدم تنسيق كان من الضروري يكون فيه تنسيق ولكن خلينا ما نفترض يعني لو ما افترضناش حسن النية نقول لي فيه تأثير بقى خلينا نقول لي فيه تأثير في التنسيق ليه أنت بتلاعي فرق أخرى تلعب يوم 2 إبريل مش فرق أخرى هو فيوتشر وبيراميدز وإزا مالك أعتقد إزا مالك خرج لكن أنا بتكلم منه عن الفرق اللي موجود تلعب بدري شوي مثلا لو أنت عايس لعب المباراة وانت شايف أنه أنا عارف ولكن مرة أخرى بس شب حدش يقول لي النادي الأهلي طلبة تأجيل هذه المباراة هذا الطلب الرسمي لبنادي الأهلي آه دلت بعد فعلا الربطة هذا الطلب تأجيل المباراة ولو كانت الردود جات النهاردة لكل من سأل الرابطة إنه سيتم منقش الطلب الأهلي كان يعني رد فعل الأهلي مختائب ولكن لو إجابة لا مش هنأجل خلاص موضوع انتهي أنا وابعات قرار النادي الأهلي بيرمي لك أصرف ملابا بس كرونة دلال آه